التاريخ الناس بتتعلم منه والناس بتستفيد منه معده احنا 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 بس في الوطن العربي اللي بتعلمش من التاريخ احنا بس في الوطن العربي اللي بتتري على التاريخ وبنوعه في نفس الأخطاء هي هي بالزبط انا معرفش ليه شايف المهندس يا حيح حسين هو شبه عمر ماكرم بالزبط مع ان الناس قالت ان التاريخ بيمتد ما فيش ما بيكررش نفسه لكنه بيتغير عندين احنا في الوطن العربي وفي مصر هو هو نفس الأخطاء محمد علي عسكري ألباني تاجر في كل حاجة حتى الدخان قدر يضحك على المصريين وخاصة المتدينين والمثقفين هتقول لي وقتها كان فيه مثقفين هقولك وقتها كان المثقفين هم رجال الدين قدر يضحك عليهم ويحطهم في جيبه وبعدين يقول لهم والله ما ليه نفسي حكم البلد وبعدين القصة اللي احنا عارفينها كلها دي النتيجة ان محمد علي يركب وبعد ما يركب يتخلص من كل حلفاءه تخلص من عمر ماكرم ينفيه ويبهدله يمرمطه 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 لحد ما يخرجوا من التاريخ ويقتل الممليك في مدبحة مشهورة ١٢١١١١١١ وبعدين بقى يقعد هو وابنه يقسموا البلد عليهم فهو يصادر الاراضي الزراعية كلها تبقى بتاعته هو وابنه يصادر تجارة البن كانت زمان تجارة البن بتيجي من أسيوبيا ومن اليمن بتنزل في ميناء القصير ميناء القصير لسه موجود لحد الوقتي في البحر الأحمر جنوب البحر الأحمر عندنا في مصر وبعدين ييجوا في اليمن وبعدين يتوزع يطلع على أوروبا فهو صادر البن كله صادر السكر إبراهيم بن محمد علي صادر كل شيء وأصبح المصري أجير عنده هو ده بقى اللي بيحصل دلوقتي أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتان ما تقولش حتان دول مش حتان دول زئاب النيل زئاب النيل حقيقة بيزبحوا وحدهم غلان السيسي ومفاجعه واعين على نهيب اسمها مصر بيمصوا دمها مص في كل حاجة اقتصاد سياسة فن دراما رياضة كل حاجة عندهم حالة من السعرة عارف عارف الكلب لن يبقى سعران سرق بغل كل يوم التاني اللي لقى التقارير بتتكلم عن حالة الفجعة اللي مسيطرة على أنا ما بسمهمش حتان على زئاب النيل زي ما وصفتهم بعض المقالات الغربية قالت عليهم حتان قالوا ان حتان النيل بيزبحوا وحدهم في البلد ومش بيديين فرصة لأي حد جنبهم يسرق ده مش كلامي وده الاحتكار اللي كلمتك عنه من ايام محمد علي وابنه لما صادروا كل حاجة صادروا اراضي مصر وخلوا المصريين بأم أجرية وشغلين عندهم ده بقى أمم الشركات والأراضي لحد شلت مبارك كل حاجة تسرقت ده مش كلامي يا عدرات ولا دايش أنا ما بطقش سحنة أبوه مش كده مش كده لأ لأن فضاء السيسي وفضاء حتانه مالية الصحف والتقارير الأجنبية انبارح أفريكا انتليجنس بيكلم عن جنرارات الفنادق قبلها الول ستريت جورنال بتكلم عن خيبة الضكرة الاقتصادية وتقرير الواشنطن بوست بيكلم عن السيسي وسماسرة الحرب يجي بقى النهاردة مع كل طلعت شمس فيه تقرير من صحيفة أو من مركز مهم زي الول ستريت زي الواشنطن بوست النهاردة بقى الاسفيت بريس لسه صادر النهاردة عدد بيفضح احتكار الحرمية بتوع الجيش لاقتصاد مصر وزي ان دخول الدولة في كل شيء في كل حاجة من المية المعدنية للسبك وصل البلد لانهيار العملة والتضخم والديون الخبر هو في الاسشيات بريس مش من عند محمد ناصر يا حضرات كل يوم اعداء المنافسة اسباب لعدم نجاح مشروعات خسخصة الشركات في مصر في مصر يقوم الجيش بتعبئة مياه الشرب وتصنيع الماركورونة والاسمنت وتشغيل محطات الوقود وانشاء مزارع سماكية بينما حذر خبراء الاقتصاد وهيئات الاخراض الدولية ان هذا النهج مناف لأي نمو اقتصادي صحي وسليم مؤخرا ادت الضغوط النتيجة عن ارتفاع تضخم وازمة العملة الى تعهدات حكومية بان الامور ستتغير اخيرا لكن منذ قوائل ابريل لم يتم بيع اي من الشركات المملوكة للدولة بينما اكد قارة الاعمال والمحللين يتوقعون ان تظل الحكومة والجيش اعداء للمنافسة ده الاشتايت بيس نهيبة وزي برضو ما قلتلكم مبارح مين بقى من رجال الاعمال يدخل وينافس اللي هو شريف صلاح الدين اللي قاعد على حجر السيسي مين مين يجرؤ او صاحب شركة سياحة يغبط في شريف صلاح الدين مين يأمن على نفسه مش بس المصريين حتى اخواننا في الخليج وده اللي قالوا انا قلتهم مبارح انا قلت الكلام ده مبارح النهاردة الاشتايت بيس بتكلم عن رجال الاعمال بتاع الخليج اللي دخولهم السوق المصري اصبح مخطرة كبيرة وانه بقى ما هي يا حضرات هي اصلها بالعقل كده يا عم بطرس بالعقل يا عم عيسى بالعقل انت لما تبقى رجل اعمال وشايف الجيش مضبع في البلد كلها بيعمل نفسه فنادق واجراءاته بتاع هتروح تعمل ايه يعني وبعدين قالوا لنا كده رأس المال جبان انا يا عم ايه اللي خلينا لعب في بلد كده انا لازم لعب في حتة تكون نظيفة مش هروح ااكل تمانين الف واحد عشان في الاخر اغبط في شريف صلاح الدين عشان لو خدت منه اه وفد او فوج سياحي يفضل وراء الحد ما يطفشني اما ليه دخولهم السوق بقى اصبح مخطرة كبيرة وانه بقى حلم اي مستثمر مصري انه يخلع يفك بفلوسه برا مش انا اللي قلت انا قلت الكلام ده مبارح عشان البهايم اللي ربنا هيولع فيهم يوم الدين لا مش هيولع فيهم عشان كفرة لا ده هيولع فيهم عشان خلق لهم مخ وعين ومش يشوفوش يعني يا بهايم امتى امتى هتشوفو ما هو ربنا يعني مش معقول يعني مش معقول يعني الزواهر قدام عينك وانت شايف ومفروض انك متعلم يعني مفروض انك بينك وبين الجدي مسافة انما مفيش فرق ده انت محصلتش النعجة انا قلت الكلام بارح قلت اني فيه مخطرة اي مستثمر هيخاف يخش قدام شريف صلح الدين وزباط الجيش النهاردة الاس شايفة بريس بتقول اهو اعداء المنافس اسباب لعدم نجاح مشروعات خصصة الشركات في مصر ينظر الى دير الخليج على انها عميل محتمل لشراء الشركات التي ستم بخصصتها ومع ذلك برزت مؤشرات على انهما اصبحت اقل استعدادا لدعم ما يعتبر نموذج اقتصاد مصر مضطرب وعلى المستثمين الخليجيين ان يكون لديهم درجة كبيرة من قبول المخاطر اذا ارادوا الاستثمار في مصر الان وفي تلك الاسناء بدأ بعض الشركات المصرية في الخروج من مصر مستطبيق حجز الانتقالات والمواصلات السوايفل وموقع التجارة الالكترونية السايد وانتقلوا الى دبي والرياض فيما اظهر رئيس شركة مصرية نشئة تعاطفه مع تلك الشركات متحدثا بدوره شريط التكتب معويته فقال اذا كبرت شركتي فسأود ايضا ان انقلها الخارج مش حل يعني انا سألتك مبالح انا واحد عندي شركة سياحة فاتح اوتيل فجأة الجيش جاء قال لي سيب الاوتيل ده حصل ده يا حضرات حصل الجيش داخل قال للراجل سيب الاوتيل اطلع سلمنا خراية الاوتيل الاوتيل ده بتاع الراجل اللي جبناه لكو سيرته هنا في البرنامج ده اللي تسلم زي الحلاوة لان واحد من زباط الجيش حطي ايده عليه وده اللي كان بيحصل ايام عبد الناصر ربنا ينكسه الناس اللي بتزعل مني انا بتكلم على عبد الناصر ده اللي حصل انت انا هبقى جيب لك سيرة اميرات البيت المالك اميرات بيت محمد علي انا هبقى جيب لك اسماءهم بنات بنات وستات زي الفل ولاد نا ولاد ناس ولاد ناس دول اميرات البيت المالك يا بو يا روح فين يعني الزباط لانهم جعانين ولانهم جعرات بتاع يوليو حطوا عينهم على البنات دي وحطوا عينهم على الفلل والصريات بتاعتهم وبقهم يعين والبنات دي عايزة تنقل المجوهرات بتاعتها برا لان زباط يوليو الجعانين صدروا كل اموالهم فاللي عندها علبة او شاكمجية مليانة شوات مجوهرات على عقد لولي عايزة تخرجوا برا مصر لانه خلاص هتعمل بيئة هنا فكانوا بيضطروا يبيعوا شرفهم ويعملوا علاقات مع زباط امثال صلاح وجمال سالم عشان يساعدهم في انهم يخرجوا حاجة برا المالكة نازلة نفسها خرجت حاجات زي كده كتير برا عن طريق زباط الجيش نفسها وبدوا يحطوا عينهم على الفلال لدرجة ان السادات نفسه حتى عينه على فيلا صلاح الموجي او صرايا صلاح الموجي في الهرم الصرايا دي قدام على طول شرع اللي يوديك معه للسينما ما عرفش بقت ايه دلوقتي بس كانت صرايا كبيرة جدا قاعد فيها السادات الى انه صلاح الموجي بلغ عبد الناصر فطردوا السادات من الفلا دي او من الصرايا دي وهكذا عبد الحكيم قاعد في صرايا التحاوية اللي على النيل وخدها بقيت بتاعته واستولع نفس القصة بالزاب يعدوا على القتيل يشوفوه عايزينه واحد الزابط جيش عايزه خلاص انت عايز تشتغل في مصر تشتغل كده اسكت ابلع جذبة وده السؤال اللي طرحه نائب مدير معهد التحرير للسياسات الشرق الاوسط في الواشنطن اللي بيقولي بتاع واشنطن يعني بيقول ايه بيقول سأل وقال هو ليه استثمر في بلد لا يهتم بسيادة القانون ايه ايه دا يعني يعني هو انا بلعب على فلوسي امار ده تيموسي قلدس نائب مدير معهد الدراسات بيقول يعني فيما يتعلق بالمخاطرة لماذا تستثمر في بلد به مؤسسات تابعة للدولة تمثل منافسة قوية غير متكافئة ولا تهتم كثيرا بسيادة القانون ليه انت مجنون تعبيط ليه تروح ترمي فلوسك في بلد واخذها شاط حرمية وليه تستثمر في بلد ايمع على تدخل عسكري صريح في كل حاجة زي ما قالت الباحثة جيسيكا عبيد المستشارة المستقلة لسياسات الطاقة والباحثة غير المقيمة بتقول اهي جيسيكا ليس من السهل جذب الاستثمارات في مصر عندما يكون هناك تدخل عسكري وحكومي في العديد من قطاعات الاقتصاد باحثة في معدى السلق الأوسط جيسيكا عبيد هي دي مصر هي دي مصر عبلة اللي يشوف مصر من فوق ما يشوفهاش من تحت دي الجملة دي في فيلم لوقتها للحب رشدي أبازة وفاتن حمامة اللي يشوف البلد دي من فوق ما يشوفهاش من تحت خش يشوفها من تحت بقى العالم برة شايفك من تحت ومن فوق مش زي ما السيسي بيجدب بان بكره يبقى أحسن وشغالين صح وزبوروا معايا والدولار هيبقى تاريخ إنما الحقيقة هتلاقيها في أفريكا انتليجنز في الأساشات البرس في الول ستريت في الواشنطن بوست هتلاقيها عند جيسيكا البنوتة الصغيرة دي اللي بتقولك يعني ده كلام كلهم بيقولك إن الضكر بتاعك فاشل وإنه بوز البلد بطمعهم هو والزئاب بتاعته أما رجال الأعمال اللي كنا زمان أيام مبارك بنكرههم فأزوح مغلوين على أمرهم دلوقتي مضطرين يوافقوا يهزوا الراس يوافقوا على شروط الجيش المكحفة مضطرين أنهم لازم يخسروا فلوس وإلا مش هيكون لهم شغل في البلد دي زي ما قال يزيد صايغ يزيد صايغ بيقول الزميل الأول حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان خسارة مالية فأن الشركات تستمر لأنها تعرف أنها إن لم تفعل فسيقوم الجيش بإلغاء أي عقود مستقبلية أنا عندي معلومة أن الواد ما أنا خايف أقولها يعني ابن صاحب شركة كبيرة جدا مشهورة جدا في مصر بقى شريكة مع المخابرات بينما هو عليه أضايا أصلا عليه أضايا وجرايم بس دخل في شراكة مع المخابرات بشركة أبو دي المعلومة دي عندي يجاتني النهاردة الصبح الحضرات هو كده زي ما قال يزيد صايغ إن أنا صاحب رأس ما قاله عندي شركة هيجي زابط جيش جعان حافي عريان جعر هيحط إيده على الشركة هي بالزبط نفس الفكرة اللي أشار إليها الفيلم المشهور بتاع الزوجة التانية الناس بتفهم إن سعاد حسني في الفيلم دي اللي هي مرتبة أبو العله هي مجرد ست عاجب العمدة بس هي الموضوع ماش كده ما تاخدش الموضوع بشكله السطحي إنها ستة حلوة مزة عجبة العمدة والعمدة قال إيه ما بيعرفش يخلف عايز يخلف ده كلام فارغ ده الشكل الظاهري من القصة سعاد حسني دي هي بهية اللي قالوا عليها الشعب في الفيلم يعني فهي أي حاجة في البلد العمدة عايزة أي حاجة أي حاجة حتى شرفك حتى كرمتك تعطها تحت جزمة العمدة والعمدة هنا هو أي عمدة هو السيسي هو أي جعر حكم البلد دي لأنه كلهم تقريبا جعرات أي جعر حكم البلد دي لأنه صلت عليك رجال الدين اللي قالوا لك وقطيعوا الله وقطيعوا الرسول وصلت عليك الغفر وياخد منك أي حاجة فسعاد حسني هنا مايش مجرد الست الحلوة اللي عجبت العمدة تبقى سازج قوي سعاد حسني هنا هي أي حاجة الحاكم عايز يحتكرها وده اللي عمله السيسي السيسي احتكر الدين ومؤسساته احتكر حتى العمل الخيري لما جمع كل الجمعات الخيرية وخلها تحت إشرافه ووزع عليهم الكراتين بنفسه في استاد القاهرة سموا بقى استاد السيسي ونخلص السيسي احتكر حتى العمل المجتمعي لما منع إفطار المطرية التاني بعد ما شاف بعينيه تجمعات ممكن تبقى خطر عليه إنه ما يعرفش يعمل التجمعات دي تجمعات فيها الدحكة اللي من قلب مش دحكة الأفلام أو دحكة الإعلانات لا لا دحكة بجد تجمعات فيها روح روح بجد مش الروح المصنوعة لا روح حقيقية بتاعت ناس حقيقية سواء كانوا في المطرية أو في الشيخ الزايد أو في غيره المهم إن التجمعات دي بقت غيزه لأن ده بقت بلد تانية ولعب المصري اللي عبته القوية جدا اللي طول تاريخه بيلعبها في أعياد رسمية وأعياد شعبية أعياد الرسمية أعياد الجهاد عيد الصورة عيد اللحفة الأعياد بتاعتهم لكن إحنا عندنا أعياد بتاعتنا العيد الكبير العيد الصغير العدرة مريم مولد العدرة يعني مولد مش عارف مين سيدي مش عارف مين الأحمد البدوي السيدة الزينب الحسين بقى الشعب له أعياد والدولة لها أعياد مناش دعو بيكم احنا مش تابعكم ده اللي حصل في المطارية بالضبط انتوا تعملوا مواقيدكم زي ما انتوا عايزين وتجيبوا الكاميرات والزبط والإضاءة لكن احنا الشعب لما نعمل نعمل بالطريقة دي وبالطعم ده السيسي احتكى كل حاجة دي جات النغار وبقت خطر عليه مائدة الرحمن في المطارية او في الشيخ زايدة وفي حيثة اي تجمع ممكن يبقى خطر عليه لانه احتكر الاعلام والفن بالشركة المتحدة اللي بتقول مين يشتغل ومين ما يشتغلش ومين يقول ايه وامتى وازاي وليه احتكر الرياضة بشركات المخابرات زي استادات وتسكرتي وغيره وطبعا السيسي احتكر السياسة فما حدش يقدر يفتح بوقه ويقول كلمة واحدة واللي يكون مصيره الاعتقال والبهدلة بصرف نظر عن سنه او عن نوعه ستة او راجل مش مهم زي كل اللي قالوا رأيهم في الانتخابات الرئاسية اللي جاية واعتبروها مصرحية ما فيش شامه نفسه وان حتان النيل او زئاب النيل مش هيخله حد يعنجن بهم زي ما عمل كده الاستاذ الدكتور هاني سليمان وقال الكلام ده قاله قال الكلمتين دول ابدا لن يغبى للسيسي ان يصبح رئيسا سابقا لا يمكن ان يتصور نفسه متهما امام محكمة عسكرية او مدنية ليو حاكم على جرائمه لا يتخيل ان يصبح حاكما سابق يبحث عن ملجأ يعيش فيه خارج مصر خوفا من كشف فساده وفشله ده اللي قاله هاني سليمان راح فيها نفس القصة اتكررت مع المعندس يحي حسين عبد الهادي اللي كتب مقار رائع بيعتبر الانتخابات اللي جاية قفا حامد وان ما فيهاش منافسة وان الحوت الكبير مش هيمشي بانتخابات ده جزء من المقال انا ممكن اقولك كده جزء منه يعني اهو قفا قفا حامد المهندس يحيى حسين عبد الهادي موقع ذات مصر تصعد الحديث في الفترة الاخيرة عن ما يروج له بخصوص الاستحقاق الانتخابي الذي تم العبث بالدستور ليتأجل من الفين واثنين وعشرين الى الفين واربعة وعشرين ومنها الى الفين وثلاثين ثم الى يوم القيامة او الموت ايهما اقرب بل يبدأ البعض بحسن نية يطرح اسماء محترمة للترشح والمنافسة من الان ومعظم الاسماء المتداولة محترمة بالفعل ولكن ما هو مطروح ليس انتخابات وانما مهزلة نربأ بهم ان يشاركوا فيها بماذا نسمي من يتهيأ بحماس للمشاركة في المباراة القادمة بنفس القواعد ويتوقع نتيجة مختلفة الا يذكر كذلك بالكف المتكرر على قفى حامد في موال المنتصر بالله ووحيد سيف في المسرحية الشهيرة نحن من الداعين لتغيير النظام الفاشل سلميا ولا يكون ذلك الا بالانتخابات كما يحدث في البلاد الطبيعية لكن ما نحن بصدده ليس انتخابات وانما ملهاه والمسرحية التي يروجون لها قديمة ومملة فضلا عن انها هابطة يعاد عرضها منذ عدة مواسم كمسرحيات عاد الامام غير ان الاخيرة كان يمددها الجمهور باقباله عليها لجودتها بينما المسرحية التي يسوقونها لنا تعاد بامر المخرج للجمهور اي انتخابات تلك التي تم اقصاء كل المعارضين المحتملين منها بتلفيق قضايا واستصدار احكام ضدهم لا تزال قائمة دون رد اعتبار واستصدار قوانين مفصلة من البرلمان المعلب تجعل الاسمة في يد الرئيس مصرحية يعني ده اللي قاله الاستاذ يحيى حسين عبدالهادي ان ده فيل ان اللي بيحصل مصرحية وعلى طول قالوا الرد قالوا فتم استدعائه للتحقيق وكتب الاستاذ يحيى حسين عبدالهادي جاءني استدعاء من النيابة العامة للمثول امام محكمة محكمة مدينة نصر باكر القميس 13 ابريل 23 متهما في قضية رقم كذا لسنة 23 لا توجد معلومات اخرى اللهم اني استودعتك اسرتي مهندس يحيى حسين عبدالهادي وقادي سورة الاستدعاء كما وردت اتنشت على طول اتحطت سورة الاستدعاء وتفضل النيابة العامة القضية رقم كذا انظر ظهره بعد كده اتضحت ان التهمة غريبة جدا التهمة يا حضرات هي نفس تهمة الانجليز ضد عبدالله نديم من اول عبدالله نديم يعني التهمة هي حيازة منشورات الاستاذ خالد علي كتب يقول النيابة تحيل المهندس يحيى حسين عبدالهادي المحاكمة من جديد امام محكمة جنح مدينة نصر وصل لنا اعلان الجلسة بالامس وجاء به ان التهمة حيازة منشورات فذهب اليوم فريق مكتبنا لتصوير القضية والاطلاع عليها فتم اختارنا ان الملف ليس متواجد لدى القلم الجنائي لكنه بحوزة السيد المستشار رئيس الدائرة مفيش ملف طبعا مفيش قضية في النهاية التهمة دي اثارت السخرية في عهد النت والشات جي بي تي لسه العقلية الامنية في مصر هي نفس عقلية الاحتلال البريطاني بالزبط بالزبط نفس الكلام اللي كانوا الانجليز بيمسكوا بيه الطالب علي طاها في كلية زراعة او الطالبة اللي اتمسكوا زمانه وتسجنه كانوا بيتمسكوا بحيازة منشورات نفس القصة دي اللي قالها له فالسليم عزوز فكتب وقال بالنص التهمة حيازة منشورات انه الانقلاب يصنع بدأ له دون ان يدري فالغباء جند من جنود الله حيازة منشورات في زمن الجي بي تي فيه حيازة منشورات في زمن الدرون فيه حيازة منشورات في زمن الكاميرات اللي قد كده فيه حيازة منشورات مش معقول مش معقول عقلية كويس خاوي كده مش معقول انتم متخلفين عقليا انور الهواري كتب بيقول او الاستاذ انور الهواري كتب بيقول استدعاء المعانس المثقف المحترم يحيح حسين عبدالهالي للمسؤول ام محكمة جديد بتقومت حيازة منشورات كان من التقاليد المستقرة في ظل الحكم العرفي الذي فرضته الادارة الاستعمارية في سنوات الحرب العالمية الاولى والتانية كذلك كان من تقاليد حكومات الاقلية المستبت ده زي حكومة محمد محمود سنة حاجة وعشرين ولو اني محمد محمود كان رئيس حكومة ثلاث مرات منعرفش هو يقصد اني مرة واسماعيل صدقي اوسخ مرة جات حكومة وبرهيم عبدالهادي ثم هي اذا كانت تصلح لتكون تهمة قبل مائة عام فهي بكل يقين لا تصلح في زمن صورة المعلومات وزمن الانترنت والموبايل الذي يمكن الافراد دون جهد منهم من حيازة ملايين الاطنان من المعلومات التي لو طبعت في منشورات لكانت كافية لتغطية وجه الارض وافاق السماء عند مرات سيفوا اصوات الاعتدال والعقل والخبرة تتكلم وتعبر عن رأيها وعن الناس بشجاعة وحرية ومروءة وامانة والتزام ومسئولية حيازة منشورات في زمن ده حيازة منشورات في زمن انت بتوصل للناحية التانية للكرة الارضية في ثانية حيازة منشورات البلوزة بقى وبنطبع محنش يعرف البلوزة اطباعة البلوزة المهندس يحيي حسين بيتكلم على انها مصرحية ايوا هي مصرحية الناس دي ادركت يا حضرات ان المصريين يحبوا اللي يمثل عليهم وانا بقول لك من قلبي الشعب ده يحب اللي يمثل عليه تعال اطلع اتكلم بطبيعتك كده يكرهوك انما تعال اعمل نفسك خدلك سكة كده اعمل نفسك اسأل لي ده اي حد انت بص على مونة الشازلي هل ده اذاعة يعني شوف الفرق بين مونة الشازلي وبين الاستاذة ليلة رستم هتعرف الفرق بين الرداء وبين التمثيل يا راجل حرام عليك اتفرج على ليلة رستم يا بتزيع او مزيع اتفرج على سامية الاتريبي اتفرج على مونة الشازلي او مادام خواتم او عمر اديب او احمد موسى كلهم بيمثلوا كل ده تمثيل حتى السيسي نفسه بالمشي بتاعته اللي يمشي كده عشرة سنطين ما تفتحش ريلك اكتر ما ده كل ده تمثيل لما وقف برق لكم وسبل وقال لك انتو بتعرفوش ان انتو نور يعني الستات وقعت والرجالة ترمت وبقت حربة عالمية يا بويا داري بقى على الجسس لم يا معلم لانهم عارفين ومدركين ان انتو شعب يحب اللي يمثل عليه لكن اللي يطلع يتكلم كده ويقولك الحقيقة المرة او كانت حلوة وحشة ما بتقبلوش ما بتقبلوش غير اللي يمثل عليكم مثل عليكم عبد الناصر فحبتوه وخرب بيتكم وطلعت وراه مثل عليكم السادات فحبتوه واي حد يجي حتى اني نابليون نفسه لما دخل مصر طبع منشورات ما عارفش مسكوش بمنشورات ليه قال انه هو مؤمن بسيدنا محمد وانه مسلم وانه حارب البابا في روما عداء الاسلام وراح قعد مع السوفيين وبقى يخش معهم الحضرات بتاعتهم ومصريين حبوه لانه دحك عليهم لانه عارف ازاي تخش المصريين تنصب عليهم ما تخشش بقلبك خشش صريح كده اضحك عليهم عشان كده ما تصدقش اي حد يقولك الدنيا حلوة تصدقش حد يقولك فيه انفراجة صدقني انا الوضع باقس صدقني انا البلد راحت في داعية من غير تجميل والحد يقولك ده خايل لوطنه او ده بص بيتمنى مش كده ده مش تشاقم ده واقع فوق بقى ده واقع فرضه السيسي والغلام بتوعه مش هنخد يا عم كلام الاستاذ جمال عيد قادي المدير التنفيذي الشبه بيقولك الاحاديث التي يرددها البعض حول حدوث انفراجة وحلحلة في المشهد العام زائفة وكاذبة تهدف للتضليل وتجميل وضع بائس ومترد هم يعلمون ويعلمون اننا نعلم انهم يجذبون لا انتخابات حقية جادة في ظل ظروف كهذه ومصر في اسوأ حال عيشوا بقى مش كل واحد يطلع لكم باستوانة يوقعكم عيب عيب تبقى الجموع كده دايما بتبقى بصراحة يعني عقولها في رجليها ده اذا كانت رجليها موجودة يعني ايه بنبقى حفاة من تحت ومن فوق الاحتكار يا حضرات مش احتكار سلعة او احتكار صنعة ولا اراضي ولا سرواته بس الاحتكار في زمن السيسي واصل للنافس للشعب الشعب بيتنفسه ده للحلم اللي الشعب بيحلمه لحقه في الحياة الكريمة وهيفضل السيسي وحيتانه يضيق على الناس اكتر واكتر واكتر لغاية ما الناس تصحى وتوقفهم وتصطدهم بس اسمع اوعى تفتكر انك انت عايش في كومباون فانت بعيد لا خلينا اقولك على حكاية غريبة جدا في فترة من الفترات انتشر نوع من السينما النوع ده قيم على مذهب فلسفي المذهب ده بيقول انه لو ضربت فراشة بجنحها في الصين بتعمل زبزبات هوا الزبزبات دي هتوصل للناحية التانية الامريكا بتضربوا مسأل بالفلسفة دي انه اي شيء يحصل على الارض الناحية دي هيسمع الناحية التانية وعملوا فيلم كان بطولة برات بيت تقريبا والفيلم عن بندقية وواحد نزل للمغرب اتخبط ببندقية مراته اتقصبت ببندقية البندقية دي اشتراه واحد مغربي من سايح كان ياباني وهكذا يعني اللي انا دي عايز اقولك عليه انه المذهب ده ينطبق عليك انت انت ممكن تكون عايش في حتة بعيدة عن القص بس الفراشة لما هتضرب بجنحها في بر مصر المحروسة في الفاقة دي هتفضل لحد ما توصلك هتوصلك وانت في عربيتك هتوصلك وانت في بيتك هتوصلك بشكل او باخر انا لا اتمنى ده بس هو هتفتكن نفسك انك في مأمن هي كده زي بالزبط المياه المتدفقة مية وقعت ماشي حاجة توقف الحتان ضمروا البلد افسدوا الناس وافسدوا اخلاقهم وتأثير ده هنشوف الحتان موجودين ولازم نستضهم لازم توقفوهم ما فيش حل او زي بيقول الشاعر نجيب سرور في القصيدة بتاعته لما قال رئيس زعيم او ملك والكل عزم بلك عشان كده السورات طول عمرها بتخيب والنصب من الحكومات عالشعب بالتنصيب عشان كده كل الشعب جواه مكوع شعب واحد اصيل مسكين والتاني جاي تهجين خطط وخيط وقال بقى الرجل قاعد خطط يا شعب يا معلم يا شعب يا مبلم يا ساك تتكلم قول على الهرم ما اويل يا شعب اويل خلي التاريخ يحكي عشاكي والمشكي ومصر هي مصر والوعد هو النصر وزي نن العين صنوها بين جفنين يا شعب يا معلم يا ساك تتكلم الحقيقة انه يعني يعني دي اخر حلقة الاسبوع ده اخر حلقة في رمضان يعني ليه يعني ان شاء الله نرجع بعد العيد بقى بس يعني هما كلمتين حب نقولهم قبل ما نمشي محدش دامن الناس بترجع ولا لا يعني انما مصر هتبقى مكان مخيف اكتر من كده مرعب مصر هتبقى مكان مخيف وده مش كلام مش امني انا بتمنها ولا كلام انشا ده كلام حقيقي الدنيا بقت بتغمق كل شوية الـ الدنيا مصر كانوا زمان عملوا تجربة لمجموعة من الفران على حيط الجبنة انه تحط حيط الجبنة وجيه فار في حيط الجبنة قدام الفار كبيرة فيقعد يأكل بمزاجه وهن حطوا معاه فار تاني برضو الوضع ماشي وبعدين بقى فيه فار تالت انه وضع ماشي قرب الرابع تمام الفران لما كترت حيط الجبنة بقت قوله ايه اللي عليهم فبدأ يأكلوا بعض بدأ يقطعوا بعض فعلا على حيط اللي في الجبنة هو ده السلوك لما بتقل السبوبة والنهيبة الناس هتاكل بعض تعالي نشوف بقى حصاد اللي بيعملوا السيسي والزئاب بتوعه في مصر لو لو انت لسه مخدوع اطلع فيها عايش في دور رهام سعيد وتمثل او مدام خواتم وتمثل او مونة الشازلي وتمثل لو لسه مخدوع تحب تشوف الحيتان دول اللي ممكن يجي من وراهم خير خليك بقى معايا دلوقتي عشان اواريك ايه بقى شكل الحيتان من اربع شهور بالزبط يا حضرات يعني في شهر نيسمبر اتنين وعشرين وزارة النق زفت لاهالي سيناء والسياح والحطابين في الجبال كل بيزوروا سيناء بانها انتهت من تطوير طريق شرم الشيخ دهب انا مشيت على الطريق ده طريق شرم الشيخ دهب انا مشيت عليه وطلعت بالفيديو ده ورت الناس عملية التطوير مبدئيا مش هنتكلم على يعني مايفوتناش ولا يجب انه يفوتنا ولا يعدينا الابداع اللي شفناه في الاول يعني حاجة كده بتفكرنا باول لوجة عمل وقطع الانتاج في التلوزيون المصري يعني اول حاجة بص كده حطها جنبي كده خلي الاجيال تتعلم بقى اتعلمه متعملوش كده بص بص شايف شايف سفينة شايف الرمزية شايف الرمزية انت بالمهلبية شايف الحاجات بقى وفيه شغل بقى ما احنا هنشتغل بقى قولنا نشتغل بقى قولنا ما نبخلش بقى ونشتغل فجيبنا واحد اعمى ضبش يعمل اللي انت شايفه ده دي وزارة النقل ياولاد دي وزارة النقل دي معاها فلوس بالعبيط ده بص لا وشفت انت ده بقى شوف ده بقى السنة الارقام بالازرق نصح صح مع بعض شوية ده شغل بقى جامد قاوي احنا اي حاجة كده قدامك وبتنزل والعصية تطلع الاول اوعى يفوتك ده اوعى اوعى يفوتك ده اوعى وما تسمعش كلام الحاكدين اللي قد يقولك بص ده ده بريزنتيشن يا جدعان حرام ده المكاتب تحت بير السلم في صفت اللبن في زينين لو رحتوا لعيال فتحين سايبر او فتحين مكتب في بين الصريعات قلتلهم اعملولنا تتر يا عم روح لشركة انتاج قلوهم اعملولنا تتر نقدم بيه الحاجات انما المركب اللي عدت دي مش معقول دي جات في جنابي ما علينا مش مشكلة وشوفنا الطريق زي ما شفتوا في الفيديو كده حضرات شايف طريق ده ولا مش طريق طريق ده ولا ايه احنا بقى قلنا نأمل طريق بقى يعني بص احلى طريق في الدنيا ده طريق ده بشارم الشيخ الفيديو اللي الوزارة قالت انها امنت الطريق ده مية مية ضد السيول ضد السيول وعملت حاجات بقى يا معلم كل كل حاجة عملتها تمام جدا ميت فل ميت فل و 14 انت بس الطريق ده تقلي عليه البيض يعني تغبط بالطن في بعضه وتقلي بقى وكل بقى كل وانت راح دهب او وانت راجع من دهب ماشي وطلعت كل المواقع تشيد بالطريق كلها كل المواقع طلعت تقول اتطمنوا السيول مش هتأثر ليه ليه مش هتأثر انت بسافرتوش بره انت بشوفتوش بلد ليه السيول مش هتأثر ازاي يعني نشوف كده طلعت قالت ايه بقى النقل تنتهي من تطوير طريق شرم الشيخ دهب وتؤمنه من السيول ايوة ازاي بقى ايوة ايوة ولا ازاي امنتوا من السيول بقى ولا يعني هتبقى الطريق تاني كده معلش ازاي بقى امنتوا من السيول ازاي عملت مخراط للسيول مثلا طب عملت شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بالعين رمالي الشبك مدريت انا بروحي عملت حاجة بس اوقف هنا اوقف هنا يا راجل اوقف يا راجل لقوا بتعمل فاست موشن اوقف هنا ايوة هنا الجبل ده الجبل ده هو ده لازم يتحط عليه شبك الجبل ده هو اللي هو قريب من الارض ده قريب من الطريق ده ده لما لما تروح تركيا والبلاد المتحدرة تلاقي نفسك وانت سايق وجنب الجبل كده بيتحط عليه شبك مش شبك بتاع الشادية زي ما قلتلك كده في الفيلم شبك حبيبي لا شبك حقيقي مش شبك حبيبي الشبك ده عشان لما السيول الارض تتحرك لأي سبب لأي سبب الصخور تتحرك وتقع ما تقعش على العربيات اللي هتمشي في الطريق زي ما انت شايف كده فحضرتك الشبك الصخور دي منها للطريق على طول كده اه طب أمال انت صرفت الفلوس في ايه لكن زي ما قالوا انت قلت بتأمنها خلاص نشوف المية تكد بالغطاس وفعلا جات المية بس الغطاس ما جايش لأن الغطاس كان كامل بالوزير اللي هبت مليارات في الطريق ده فالمية جات خدت الطريق كله في سكته وفي ضمارته حلوة جدا الطريق ده يا حضرات في جزء منه السيسي تكلم عنه في 2019 وقال السيسي قال انه الطريق ده كلف الدولة خمسة مليار ونص النص ده بالمناسبة كتير قوي النص ده يعني خمسمائة خمسمائة مليون جنيه يعني النص ده وقت تفتكر النص ده يعني بتاع النص كيلو يعني لأ النص ده كتير قوي ده النص الخمسمائة مليون ده يعمل مدارس ماش مهم السيسي قال ان الطريق ده كلف الدولة خمسة مليار وخمسمائة مليون علشان ما يغرقش ولا ينهار بسبب السيول حطتهم فين من غير اباحة يعني حطت الخمسة مليار فين انت بتقول عشان احنا مش عايف نعمل ايه حطينا خمسة مليار فين حطيت خمسة مليار فين ده انت فاجر ده انا ما شفتش في فجرك لا انت ولا كامل وزير والله العظيم مصر ما عداش عليها فاجر زيك والله ده فاروق فاروق ابن فؤاد ابن الخديو اسماعيل اللي هو يعني جده محمد علي عمل البلد دي على رجله لما جاي عمر يعمل ترميم لليخت الدنيا تقلبت عليها يعني ده فاروق ليه البلد بتاعتهم يقينا البلد بتاعتهم الاصور اللي كلامك كان بنيها بتاعتهم اليخوت بتاعتهم الجناء بتاعتهم ولما كان يعمل ترميم اقوقف الراجل قال له اذا كان ده بتاع مصر ما تركبوش اذا كان ده بتاعك ما ندفعش فيه ترميم ده السيسي بيبني قصور وبيسرق وبينهب وبيحط خمسة مليار في طريق بين دهب وشرم الشيخ عشان ما يحصلش فيه النتيجة بقى انه حصل فيه كده بالمنظر ده ده غير فلوس التطوير اللي اتعمل بعد كده في الطريق اوعى تقنعني ان ده مش فساد اوعى تقنعني ان ده مش سرقة اوعى تقنعني ان كامل الوزير محترم ومش حرامي اوعى تقنعني ان شركات المقاولات اللي اشتغلت في الطريق دي مش حرامية واوعى تقنعني ان لوقات الجيش المسيطرين عالمشروعات بالامر المباشر يا رجل ده الواحد منهم بيمشي اقولك على حاجة عشان تعرف الفرق بين طريق وطريق انا من طريق وانت من طريق بص على اي طريق في اي دولة في اي دولة نروح تركيا نروح دولة اسمها تركيا بص على الطرق اللي عليها جبال بتبقى عاملة ازاي بص اهو شايف شايف الطريق الطبيعي كده بقى الطبيعي ان هناك فيه صور تقريبا بارتفاع المواط بص اتفرق اه دي طريق اهو ليه بقى لان السخور دي ممكن تقعد بالقادمين ولو السخور دي تحركت بص شبكة وشبكة قدامها وتلاقي الجبال مربطة بشبك بص يعني انت لو ركزت في الصورة اللي فاتت دي هتلاقي دول دبل شبكتين يعني الصورة اللي فاتت اللي قبل دي هتلاقي شبكتين شبكة بص شبكة على الجبل نفسه وشبكة قدامه هو كده لانه فيه تحت طريق وفيه بشر ماشيين عالطريق ممكن السخور تتحرك تقع اه تعمل كوارث كوارث بص دي شبك دبلة تفرق ليه عشان السخور ما تقعش وده يتكلف يا ولا يتكلف طبعا يتكلف كتير كتير طبعا ليه لان اروح الناس اهم انما حدتك تروح تدفع خمسة مليار في الطريق اصلا الاسفلت بتاعه اه اتكل كده بص شايف الشبك اي طريق جبلي في دولة محترمة اي طريق جبلي في دولة لازم يبقى كده لازم يحاض بشبك وتبقى انت ماشي متطمن ان لو حصل اي حاجة زلزال حراك ارضي اي حاجة الصخر لما ينزي مش يجعلك خالص تفرج والله احنا شفنا ده انا شفت ده لما كنت في تركيا في اي طريق وفي كل طريق جبلي زي الحلاوة وما بيطلعش اردوغان يقول لهم عملنا خمسة مليار مفيش الكلام الكذب ده لكن انت كذاب وحرامي تعال بقى اوريك هادي بقى طريق دهب شرم الشيخ شوف طبقه الاسفالت بقيت عامل أزاي يعني انبص طبقه الاسفالت عامل ازاي اي طبعا النتيجة انه مفيش شبك شفنا العربية اه يعيني وقع عليها السخر العربية ايوا دي شفك العربية دي شفنا العربية دي هياب constitرا عرب smash شفك كده شايف العربية وقع عليها الصقر خلاص امتهت العربية لأنه المية مع الصقر خلصت وقع عليهم الصقر بتاع الجبل شوف القطعة بتاع الصقر وقعد ازاي شايف وقعد ازاي على الأرض قدامك القطعة من دي ترقت فيل بس احنا ما عندنا احنا عندنا كامل وزير الفهامة العلامة كامل وزير خد خمسة مليار في الطريق ده ده السيسي اللي قال مش أنا ولما هشام عرفات وزير النقل المدني قال للسيسي عايزة كهرب السكة الحديد فعايزة عشرة مليار قال له عشرة مليار وقعد يعمل له فيها المعصم بتاع الحقن قعد يترزع وتقصع كده ده نحطهم في البنك واجيب منهم انت في ايه حاجة فيها خالتي ما تلمي الحرام بتاعك ولمي رجلك وخدي الزنوبة وشوفيك حتة تانية غير دي قال له ده نحط العشرة مليار دول في البنك يطلعوا لي فايدة مش عارف ايه لكن لما جا كامل الوزير بقى خد في الطريق ده بس خمسة مليار النتيجة ايه بقى شوف الاسفلت شوف شوف يا قلبي شوف بقينا فين وهي راحت فين يا قلبي عبدالحليم حافظ شوف في نفس الطريق ضيائين في نفس الطريق في سكة زمان راجعين في سكة زمان عبدالحليم شايف الطرق برا وشوف الطرق عندك ازاي انت بقى عندك طريق المنظر ده وتقول لي صرفت خمسة مليار طريق زي ايه ده ازاي مفيش فيه شبك ومال صرفت الخمسة على الاسفلت ليه يا حبيب قلبي الاسفلت بالمتر شوف المتر كام بكام وقل لي الطريق ده كام ميت كيلو كام الطريق ده قدي عشان تصب عليه خمسة مليار معلش اللي ازاي كان بقى حضرتك من ضمن المواصفات ان الطريق يبقى جزاز والسل بنيلوف نايلون ما هو الطريق ده بالمتر الاسفلت بالمتر وحسب المواصفات بتاعته يلا بقى يلا بقى نسرق بقى فين الطريق نفيش اسفلت طب الطريق هو اسفلت بس طب انا هزمي مجزمة لله للدين هو الطرق في الدنيا اسفلت بس لأ انا اقولك بقى يا جاهل يا جاهل انا هقولك الطرق في العالم كله ماشي اسفلت بس لا لا ممكن تبقى ضرب على فكرة الطريق يعني ممكن يبقى ضرب كده مدأ ممكن ليه لأ يبقى مدى ماشي بس الطريق بقى علي القاتي الطريق عليه اولا استواءه خدمته انه ما يقلبش مني عربية ما تقلبش وانا ماشي ما فيهوش الملفات القوي ما فيهوش يعني انحناءات خطيرة حاجة دي ده 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 هندسته يعني ودي حاجة ماناش فيها لكن عليه الطريق عليه اضاقة عليه اضاقة محترمة ليل ونهار ابقى ماشي مش ابقى فكري بيك مجغول مجغول وحياتي لك وحدك ولك على طول على رئيس التمكرسوم لأ ده نبقى ماشي شايف الاضاقة وشايف كل حاجة على بعد ولا ميت متر قدام ده واحد اتنين عليه اشارات يعني ايه اشارات يعني حاسب وانت ماشي عشان فيه صخور ممكن تقع فيه حيوانات جبلية ممكن تطلع فيه ودي مهمة جدا لان انت في منطقة صحراوية احنا في كل اوروبا تلاقي الطريق مكتوب عليه خلي بالك ممكن يطلع حيوان جبلي يعدي من قدامك لانه لو عادة من قدامك هذرة في فرامل ممكن تلبس في الوراك او الدنيا ليل فيقولك حازر فيه حيوانات جبلية ممكن تعدي فيه لفة بعد ميتين متر فيه اطفال بتعدي من هنا فيه توالتات في الطريق فيه كافيتيريا في الطريق فيه شرطة في الطريق دي الخدمة على الطريق انما الطريق ما عاش اسفلت بس فيه حماية وإشارات وإضاءة الطريق عليه خدمات انك تحميه خاصة في المناطق الجبلية اللي زي دي خش شوف كده اتعلم يا جاهل يا حرامي اتعلم الفرق بين الطرق والطرق الفكرة انه انه الطرق مش اسفلت يا كامل يا كامل انت كامل قصد برضو يا كامل لسه الدمور اللي انت بتلبسه يا جماعة انه محمد علي عشان يبني دولة بعت ولادنا برا جدودنا برا بعتهم يشوفوا الهندسة والطب والحاجات دي وحتى لما فتح جاب اسات زي من برا زي كلوت بي وزي نبار وزي الناس دي جابهم الناس تشتغل معاه اه انما انت كامل وزير اخره راح فين اخره الجشلاج اخره الجروانة يا راجل الطرق مش كده الطرق مش اسفلت وحتى الاسفلت فين ده فين الاسفلت اللي من اول ضربتين اتقسم نصين وغيره ده بعد ما عملتوا التجديدات اتكلفت خمسة مليار جنيه اهو في مارس عشرين اشين المليارات راحت فين بقى الاسور اللي كلامك كان بنيها والله كل جواب فراشت يركن فيها راحت فين راحت فين الفلوس راحت فين المليارات راحت فين ما محدش بيرائب يا حضرات الزمان كان عشان وحدة محلية ترصف طريق بين قرية وقرية كارثة لان دي هتود السجن انا شخصيا اتخنقت مع مديري المهانس نخلة وعملت معي خناءة كبيرة لانه اول يوم في شغلي في دار الكتب والوسائق القومية قال لي روح استلم مبنى من المقاولين العرب في شغرة وقلتوا مبنى ايه قال لي تروح تستلم هما خلصونا مبنى بقالهم هربع سنين وروح استلمه قلتوا استلم مبنى ازاي يعني قال لي اه انت مش مهندس روح استلم قلتوا ميلا لك انا مهندس اصلا قال لي وما انت جاي القدارة هنستلم وقلتوا هما اللي جابوني هنا قال لي روح استلم المبنى انا استاذ وقلتوا مش استلم واعلم من في خلاك اركبه واول يوم لي اول يوم في حياتي في الوظيفة وقلتوا مستحيل وروحنا للاستاذ جابر عصفور ووقف في صفي انا استلم ايه باعفش اركب اضامة نور ليه بقى لان الاستلام هنا هيوديك السجن لو في اي حاجة مخالفة في المبنى هتلبسها انت على طول فانا ما استلمش حاجة انا ما اعرفهاش يبعاتوا بقى لجنة ده تكيفات يا عمي وكهربا وفارش دي قصة كبيرة يبعاتوا ناس مختصين انا مال انا انا ما فيش حاجة دي لان زمان كانت خاف تستلم هتروح السجن هتروح تمضي على ورق مع المهانسين بتوع المهانسين العرب تكيفات وكهربا ومية ومسلح وبقى ايه حصل مبنى حاجة ايه بسنته واقعد في السجن فقلت لا اوه مستحيل حتى اني جابر عصفور جاف صفي وقال له يا باش مهانس نخلة يعني ايه موظف يروح السلم يعمل لجنة شكل لجنة السلم ليه بقى لجنة تروح تعايد دلوقتي بقى هما مفيش لجنة هما بيعملوا الطريق مين اللي استلم مش هالا استلم مين هيتحاسم محدش هيتحاسم الخامسة ماليين راحت فين راحت مطرح ما راحت على رأي صلاح جين وكمال الطويل وسعاد حسني راحت راحت في حتى يعني ايه حد حقد ليه شوف حاجة ايام بقى زمان لو الطريق ده حصل فيه كده كانت اللجنة اللي استلمت هتروح السجن لان انت استلمت الطريق فين بقى المواصفات ده مكملش غام شعر ده كله على السجن معلم لان كان فيه حد بيحاسم فيه جهات رقبية لكن دلوقتي مين هيرايب مين قالك يعني طب ما الملاد ضاعت في الارض خلال حد حاسم كامل وزير كامل وزير على رأي استيس سيد ابن الأسرين قال له نكتب البضاعة دي ايه يا استيس سيد يا سيد أحمد اللي البضاعة اللي اداها لجليل الرقاص قال له اكتبها بضاعة أتلافها الهوى خلصت هي بضاعة أتلافها الهوى دول انت بقى يهوى يهوى على رأي عبد المطلب الناس عيدتك ما احنا بنطوره عشان نوع يا رجل ده انت هو ده التطوير سيبك من الناس انا بس عايز اقولك كلمتين تخيل انت شركة زي عثمان أحمد عثمان انشأت سنة 1955 وقيل ان عثمان انشأها اول ما تخرج سنة 1945 عثمان عن عثمان يعني احنا عيشنا وشوفنا مختار إبراهيم جمال علام شركتنا أولاد كبيرة كانت في مصر يعني وبعدين عثمان عمد عثمان عثمان قيل ان اغتنى على قافة السد العالي انه اخد معادات السد العالي اللي عملوا الروس مش مهم المهم ان شركة عثمان بقالها فروع برا تقريبا 28 فرع برا عملت انشاءات ضخمة جدا في الخليج اثور وطرق ومدارس وجامعات عملت في ليبيا وعملت في الجزائر عملت في افريقيا طرق كتير جدا وعندها فروع في افريقيا المعلم عبدالفتاح النهاردة أصدر قرار جمهوري بقعالة تشكيل شركة مجلس إدارة شركة عثمان احمد عثمان المخاول العرب ما هي المخاول العرب أصدر أحمد عثمان يا عم ايه السؤال فرق لا بيكتب تحت كده تحته أصدر أحمد عثمان هو السؤال ليه مجلس إدارة شركة من حاجة يعني فالناس طبعا اوجست خيفة الناس قالك طب فيه ايه فهم راحوا معينه قرار جمهوري بقعالة تشكيل مجلس إدارة المقول العرب برئاسة المهندس ايوا خش علي خش تعالي نلعب تحت الدوش هنا بقى مربط الفرس المهندس مين يا ولاد؟ أحمد العثار مايفكراكش في الاسم ده بحاجة؟ ايوا الاسم ده يا حضرات هو ابن اخت سيء الزكر سيء الزكر الفريق العثار اهو انا مش اجيب من عندي تخيل ولادي اللذينة تخيل كم البجاحة والسفالة والسفاقة انت متخيل كده عين عينك اللي لو شوق في حاجة يتكلم احمد العثار يعني انت حليت مجلس إدارة المقولين العرب كله عشان تعين ايه النقطة احمد العثار؟ قديه انت امين وقديه انت حافظ للجميل بتاع العثار اللي قالك تزوير تزوير اما ده العثار اللي حبثوا الرئيس مورسي في القاعدة البحرية في اسكندرية وعشان الناس ما تتكلمش وكلام الناس لا بيقدم ولا يؤخر على رأي له استاذ ابو وديع فراحوا عملوا بقى حاجات وبتاع ديكور وهو قال له تزوير تزوير يعني بيعينه ابن اخته ابن شقيق العثار يا عم طلع البتاع ابن شقيق العثار منضم سنة كان بقى الفين وسبق لقوا العمل في مجموعة طلعت مصطفى القبضة منتما كنت خمسك ما طلعت مصطفى يا لأ اهو يا بش محنس حمادة المحنس احمد العثار ابن شقيق ابن نخت ما عارفش تبعيت للصورة دي ليه لأ هو ابعيت للصورة كده مش عارف عايز يقول لي ابن شقيق المهم يعني الراجل ده بقى حضرات انا قد تتحرق عنه لحد ما بعتولي الناس ده يبقى ابن نخت احمد الفريق العثار فيفك مجلس ادارة المقولين العرب كله كله عشان يعين ابن نخت رئيس مجلس ادارة اهو والرجل ده اصلا متعين في المقولين العرب سنة الفين قد كده انتم متوحشين قد كده انتم جعانين قد كده شايفين حاجات دي لعب واموال الناس لعبة وتوريخ الناس لعبة وتوريخ البلد لعبة فالولد معلش شاسات الريس الولد مامته بتقولي لازم يمسك بقى لازم يمسك مسكه بقى نحلله ولا يهمك نحلله مجلس ادارة محدش يقولي السيسي ما يعرفش ده قرار جمهوري من ايه بقى قرار جمهوري بيعادة تشكيل مجلس ادارة مقولين العرب تخيل قرار جمهوري تخيل المعلم عبد الفتاح السيسي بيفك مجلس ادارة بقرار جمهوري عشان يعين ابن نقط النونس المحروس والمحروس ده انت لما تدور عليها هتلاقيه مواليد مثلا تسعة وسبعين مثلا او الله هتلاقيه مواليد تسعة وسبعين رحم الله بقى اللي مسكوا المقولين العرب الكبار انا عملت حوار في المحور مع المعانس صلاح صاب الله وراجل عظيم جدا وناس شركة مسكوها ناس فتاحل يعني السيسي استولى عليها من بابها اللي بعدوه الذكر الناس اللي بتدور علي ذكر حاكم فيه ناس كده ربنا يعني له في خلق شؤون فيه ناس كده ستات او رجالة ما متوقفش يعني بتدور او ذكر او ما شافه السيسي قالك ده الذكر ما عارش فيه ايه الفكرة يعني يعني ديش فكرة ايه الفكرة ان واحد يجد يعني راجل يجد في راجل تاني انه ذكر يعني تاب وحضرتك فيك حاجة مثلا وجامد قوي وحلها والعافي ما يعرفش حد شاكل لقماته مش ديش شعرات اللي انت قلتوها على السيسي مش هو ووقف قالك وانا ضيعتكوا قبل كده عشان اضيعكوا تاني ووقف كده عمل فيها صلاح الدين الايوبي انا عايز الناس بقى بتقعد ذكر والسيسي الجامد والسيسي اللي حلها والعافي اللي محدش شاكل اللي قميته يا علي يقدروا بقى كده يكلموني عايز كل اللجان والهائمين في الاحلام يجمعوا دلوقتي بقى قدامنا ويقولوا ايه رعيوهم في التصريح المنشور على جريد الشرق المصرية اللي اسمه كده اللي هو ده سد النهضة الشروق اهي اسيوبيا لا نحتاج اخد الادن اللي بدء المنه خلاص خلاص مراح زمانك ويا زماني عمر اللي فات ما هيرجع تاني خلصت خلصت انتهت وقفقنا بعد ما زاب الرحيق وقفقنا ليتا انا لا نفيق خلصت يا معلم وفوقه بقى بجد الاسيوبيين بيقولك محدش فلو عندنا حاجة طب الاسيوبيين بيقولوا مش محتاجين اذن من حد فين الحد ده بقى يا طرى يا طرى مين الحد ده يا أولاد يا طرى هم يقصدوا مين الحد ده هو اللي قال لكم اتطمنوا انا عمري ده يعتكوا قبل كده امه ليه حد دي هي دي هي الحد دي انا ده هتكوش قبل كده انت معا ذاكا او عواشا فين بقى الحد بقى اللي الاعلام قاعد يقول للناس وراح قال للناس ايه طمنوا الناس قال لي الاعلام طمنوا الناس انتوا قدوا بس وطمنوا الناس ده اصغر مقاس عندنا في محل الجزم يعني هو ده الحد انتوا بقى لوكوا صغير يا بتوق اسيوبيا تتحدوا ده اه عشان هو ده اللي قال العافي ما حد تش يقدر يأكل لو معتهم امه ليه عمل ايه ايه عمل ايه العافي ايه فين بقى العافي قال لأ مش انت السنة الجالقة ده مش بتاع اللي عايز يجرب يقرب والحاجات دي لما كان شغال حوي والنظرات بقى واتجوب انت يا تبقي على اخ اف خفت خفت يعني لا مش معقول اخاف واكش من ده الوش على رأيه الست في الفيلم فين يا راجل فين العافي ما حدش ياكو فين الجامد فين اللي طلق المصرية لهم بلاش هري فين فين المطلبراطية بتعدكر العافي اللي قالوا لك صبر مصر ما تتجرب بينفد فبتعمل الملء الرابع دلوقتي وبدون اذننا مصر ليست الرجل المريض خلصت كده رقاتكم هدد شعوط العافي الحاجات الجو تسعة استعاد حاجات دولة رعبة في تاريخ والبسنة نشوف بقى الاعلاميين لما السيسي طلع قال العافي شوف الغنوة بقى هو بس طلع بالكبليه راح طلع الجوءة كلها الجوءة القذرة كلها لا تغرنكا لا تغرنكا مصر يعني مع السيسي بص معلم احنا احسن ناس نيجي على بطننا في النهاية عادي جدا السيوبة اتبجحت وبتملأ وبتقولك ما عندناش مش ناخد اذن من حد طالما شايف ان اللي واقف قدامها قزم سيسي سيسي والغريب ان المصريين نفسهم في التعليقات على الخبر قالوا ان السيوبة معها حق ما هم ملقوش حد يوقف لهم اهو الناس وقفتين الناس قالت اهيه عندهم حق عشان ماشتين حد يخوفهم والامهم الله يرحمك يا ابو علاء قول والله العظيم علي العوض من العوض التاريخ لن يسامح كان فيه واحد صادق اوي وامين اوي ان شاء الله كان بيقول ان الاسد محدش بيأكل اكله الحل عسكري بالقوة كترة الكلام مفيش منه فايدة تضيع وقته بيفرض سياسة الامر الواقع هم كانوا استأذنوا قبل كده طبعا نستاهل اهانة عشان ضعفنا ده عادي يعني اللي بعده ألم بكم في اخر فقرة في اخر اسبوع في اخر حلقة في رمضان ام كنت راكب مع صديقي سيف زميلي وبسأله سؤال ازاي الناس زمان لو احنا رجعنا ميت او متين سنة وراه كان كل شيء هنعمله بادينا يعني النار هنولعه بادينا يعني هنجيب الخشب من الغابات ونحط الخشب ونولع النار اللبن كنا هنصبه ونصنعه بادينا الاكله كله هنعمله بادينا ورغم انهم ما كانوا عايشين كده عشان تاخد دش تسخن مية بشكل بدائي عشان تطبخ طبخة تشتغل فيها ثلاث ساعات ايا كانت الطبخة وايا كان عدد الافراد دلوقتي انت بالتليفون بيجيلك الاكل بتدوس على الزرار بيولع البتجاز النار شغالة عادي جدا مفيش مشاكل اللبن بتشتري جاهز كل شيء في حياتك just like this زي كده بالظبط انما سألت يا سيف ورغم كده الزمن عندهم اليوم كان طويل وكانوا بيلاقوا وقت يقعدوا فيه مع بعض مع اني مفروض ان عشان تعمل كوبية شاي من متين سنة قعد بقى دور على الحطب وولى على الحطب وقعد جنب النار دلوقتي انت بتفتح الكاتل بتنزل ماء السخنة بتحط البتاع فيها وخلاص وشربت شاي الزمن عندهم كان جميل دلوقتي رغم ان كل حاجة بسرعة الا انه الزمن عندنا اقل وقاديق مفروض يكون العكس مفروض لان الحاجات بتجينا بسرعة يبقى الوقت بتاعنا فيه بركة ليه بقى الوقت بتاعهم كان فيه بركة والوقت بتاعنا احنا دلوقتي بفوش بركة وإيه بقى فكرة البركة دي وفاة رمضان وبقاش فاضل غير ايام بسيطة كنا لسه بنعد الايام وكاننا بنتكلم مع الدكتور جمال عن استقبال الشهر واصرار الشهر دلوقتي بنقول والله لسه بدري يا شعر الصيام وده معنى لفت نظرنا عن مفهوم الزمن البركة في العمر البركة في الزمن البركة في الرزق البركة في الصحة البركة في اللقمة انا مش عايز اتكلم عن ليلة القدر والحاجات دي الامور السماوية دي لسه ما وصلناهاش احنا خلينا في الامور الارضية ايه فكرة البركة بقى ده اللي انا بدور عليه وشغلني مش شغلني ليلة القدر معيني كل الناس مفروض تشغلها ليلة القدر والله انا مش شغلني ليلة القدر انا شغلني الموضوع ده جدا ازاي الناس زمان كان بتعمل كل حاجة مانوال والدنيا كانت حلوة في بركة دلوقتي مفيش حاجة نقص بركة في الزمن وفي العمر وفي كل حاجة ايه بقى قصة البركة دي وهل انا عندي حق ولا ما عنديش حق وايه معنى البركة في القرآن الكريم وليه الناس بدأت تشعر ان البركة بتقل في الحياة بشكل عام ده اللي هنقشوا مع عظيفي واضيفكم الدكتور جمال عبدالتار دكتور جمال اهلا بحضرتك كل عام انت بخير مرحبا بك واسم محمد وكل عام انت بخير وصحة وعافية تقبل الله هنا منكم احنا عادناك كتير عشان كده الاداء الدخلة شوية هادية ولو الزملاء يعلوا الصوت يبقى كاتر خيرهم والله طيب انا بس كنت لفت نظر القرصة دي دكتور المفهوم ده وبقالي مدة بفكر فيه واعتقد انا شرحته بشكل مستفيد يعني ايه هو ايه هي البركة الاول انت مختلف معايا في ده انه زمان كانت الناس بتعمل كده وعندها وقت تعيش وتتكلم دلوقت احنا بنجيب الحاجات بسرعة بس مرحبا في تفسيرك ايه الخلل ده جاي منين اولا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا اه اه لغاية ما يعني كتبه فعلا انا يعني فكرت كتبه مرحبا خلاص دا مش هطلع وخلينا اركز فيه كل سنة لكن فيه شوات معاني كده حبتي ان انا اكدهم في بداية لقاءنا ان لقاءنا ده النبي صلى الله عليه وسلم وجدت حديث عجيب جدا بقول ان تقف ساعة في سبيل الله او ساعة تقفها في سبيل الله تعالى خير من ليلة القدر عند الحجر الاسود خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الاسود فساعة في سبيل الله تقفها تنشر الحق او ترد الباطل او تصحي المفاهيم او تدافع عن الدين او تنشر القيام او تواجه الاستبداد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان افضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الاسود لما فيه شغل كده وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لان امشي مع اخي لي في حاجة احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا فقلت يعني الله تعالى يسوقنا الى حاجات الناس وسوق حاجات الناس الينا فلماذا لن نكون عمليين ونكون داجهات واعدتنا دلوقتي من اعظم الطاعات والقربات وربما تسبق انواع من الاعتكافات حتى مدامت لله سبحانه وتعالى ونصر الله ان تكون لله لي ولك والمشاهدين الكرام فهذه ساعات قيام ليلة يا اخواني وليست مشاهدة برنامج من برامج فان شاء الله ربنا يكتبها لنا ويقبلنا جميعا بها الاستاذ محمد نخل في مقدمة جميلة ومش اختلف معاه لكن انا اختلف مع نفسي في السياق احنا بنقول رمضان جهه ورمضان جانا ومرحب رمضان ورمضان سريع ورمضان يرحل ورحل رمضان ودي المصطلحات اللي موجودة عندنا الحقيقة يا استاذ محمد والاخوة الكرام رمضان لا بيجي ولا بيروح ولا بيسرع ولا بيرحل رمضان من يوم ما ربنا خلق وهو موجود مكانه احنا اللي بنرحل واحنا اللي بنسرع واحنا اللي بنيجي رمضان او ما نلحقش نيجي التاني رمضان بنلف احنا في قطار السنة واللي يسقط في الوسط يسقط ونرجع رمضان من ربنا ان ساعة ما خلق البشرية وهو موجود احنا بنجري اللي بيجري ده اللي بيسرع ده اللي بيرحل ده مش رمضان ده رصيدنا ده عمرنا احنا دي ممتلكنا الرئيسي وبالتالي لابد ان احنا نعيد ضبط البصلة لان ده بيأكد جدا على المعنى اللي دخل بيه يا اخي استاذ محمد فكرة البركة عمري انا اللي بيجري مش رمضان اللي بيجري يعني لازم نضبط اخواننا ساحتعودنا يقولك ايه يقولك الجلبية دهت او الجاك الده الجاك ما بديش انا اتخنت فبالتالي الموضوع مختلف انا لا رمضان موجود انا عمري اللي بينتهي وقتي اللي بينتهي انا اللي برحل عن رمضان وهاجيله تاني ولا لا وده معنى خطير جدا بيأكد ان احنا لازم نبحث عن بركة في حياتنا لان البركة هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعوضنا عن النقص ده وعن السرعة دي وعن العمر بينتهي في لحظة انا كنا في رمضان السنة الفاتحة اللي قبلها حاجة غير متخيلة فحنا احواج معنى كل البركة فالبركة الحجيس عنها مش حاجة كده مش مجرد حلقة او خلاص ده اصلا سر الحياة البركة والبركة دي مصدرها واحد فقط ان زي منوزج اللي قاله الأستاذ محمد في الناس القدامة كانوا عايشين بركة نعم كانت نفسهم اكثر صفاءا وعلاقتهم اكثر رقيا واخوتهم اكثر عمقا وادابهم اكثر راما والملهيات اقل بكثير يا اخواننا ده احنا بنقعد على وسائل السوشيال ميديا بتقصف عمري اليوم بالنسبة لنا تأخذ لفتين كده مع اليوتيوب على حبه على الفيسبوك وعلى حاجة عمى تويتر وتعدى على التليجرام وسناب شاد تلقى النص اليوم خلص ونقول راحت فين البركة غابت عننا علاقتنا بالله ضعفت وعلاقتنا ببعضنا ضعفت وعلاقتنا بمصدر البركة ضعف فبالتالي لما نرجع تاني للتلاتة نقول الوقت هيتغير تماما والبركة هتتغير تماما فانا مع السيد محمد تماما في الطرح ده لكن البركة مش معناها الكسرة لان احنا معنا اكتر دو وقت زي قصد محمد كده معنا اكتر كتير كمان واسهل كتير لكن البركة معناها زيادة النفع امتداد النفع الفائدة الاكثر الاستمرارية الاكثر طول الاستمرار والنفع والنجاح ده طبعا دي البركة لان ممكن يبقى معك كتير قوي وانت فقير لكن الناس القدامة كانت معهم قليل لكن ربنا بلك اليوم في كل حاجة او معا قدك يعني اليوم هو 24 ساعة بس انت اه هناك اليوم في بركة او في نفع اكتر زي معياتك وضحت لكن عندك انت بقى مع السوشيال ميديا والتليفزيون والهارتك ده خلاص بتلاقي يقولك يا خبر ده المغرب جاه طيب على كل حال السؤال يا دكتور هل ورد في القرآن اه ما يسمى او بعض الناس يقول البركة هي الخير الالهي وردت في القرآن 32 مرة تقريباً ما رأيك في من يرى ان البركة مش كترة او حاجة لكن هي من يقف مع المراضات المحتاجين العاجزين وهل لها انواع يعني هل في بركة مختلفة عن بركة اخرى كما وهل ذكرت في القرآن انواع دي كذلك الله خيراً اولاً ربنا وضع لنا عطنا مفتاح البركة قال ولو ان اهل القرى امنوا والتقوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والارض توفيق نفع فائدة خير سداد رشاد مفتاحة ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فاخذناهم ما كانوا يكسبون هذا امر الامر التاني ان هو دلنا على مصاد البركة ما سبناش كده وقال لنا اول البركة القرآن كتاب انزلناه اليك مبارك بس ايه ليتدبروا اياته فاذا لم يتدبروا اياته لن يحصدوا بركته لما يبقى كلها من الصوت او كلها لنا الحفظ او كلها من القراءة الحين جايين وهو الكتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وكأنه نزل للتدبر فبالتالي الذي يأخذ بركة القرآن هو اللي يتدبر في القرآن لما هي تدبر رايح جاي ختم عشر ختمات عشرين ختمة مفيش حاجة نزلت هنا لأن ربنا قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب الاقفالها ايضا البركة كانت مع الانبياء سيدنا لا لا نوع فينا دكتور نوع فينا دكتور جماعي نوع فينا اذا القرآن بركة فهل لو انا شغلته في البيت طول الوقت تحصل البركة في البيت بس قبل وروح للانبياء طيب اولا القرآن فيه نقطتين فيه بركة للفرض بالتدبر والتفكر فيه وفيه بركة للاجواء العامة النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الشياطين مثلا قال سورة البقرة لا تستطيعها البطرة مرضة الجن يعني فقراءة سورة البقرة في البيت هي نوع من التحصينات التي أوصانها بها النبي صلى الله عليه وسلم الاصل ان يقرأها الانسان ولكن حتى اذا قرأها المزياع او غيره ففيها بركة بإذن الله تعالى طيب نكمل بركة الانبياء حدثك بتقولي سيدنا عيسى عليه السلام خد خصوصية يعني لم يأكل لهم بس ناخد سيدنا يا عيسى عليه السلام قال ايه واجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حق مباركا اينما كنت سيدنا عيسى تفرد انه مبارك في الارض ومبارك في السماء ومبارك في كل العصور وانه يحيى في زمنه ونؤمن به في زمننا وينزل في آخر هذا الزمن فهو الذي يحيى في السماء في اعتقادنا الآن وكأنه الذي جمع بين العبادة في السماء والارض وابقى الله تعالى سيرته ومنهجيته عليه السلام في الدنيا بأسرها ليختم هذه الارض بنزوله مرة اخرى كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم فبركة عيسى عليه السلام ممتدة عبر الافاق وكانت له خصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم والبركة مع الأنبياء جميعا سيدنا إبراهيم عليه السلام مثلا لم يؤمن بأحد إلا في حياته فأمن له لوط ما كانش عنده قوم وما كانش عنده أولاد لغاية ما كبر بقى عنده 8 سنة فربنا سبحانه وتعالى ليرزقوا البركة ما كانش عنده وما فيش أعداد لكن بقى في نفس التوقيت العدد اللي ما كانش عنده ربنا سبحانه وتعالى لغاية هذه اللحظة كل الأنبياء اللي جوا حملوا رسالته وأمروا باتباعي فإحنا أصلا ربنا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفة وربنا سبحانه وتعالى ما كانش عنده ولد فرزقوا أول أخير أولاد على وجه الأرض يحملوا الرسالة إلى يومنا هذا فرزق يعني حتى لما نادى وأزم في الناس بالحد محتاجين بركة يقول إيه يقول يا ربنا إلى أي مدى يبلغ صوت أنا في الصحراء قال عليك الأذان وعلينا الإسماع فأسمع الله تعالى الذرية في أصلاب الرجال وفي إرحام النساء دي بركة ربنا صلى الله عليه وسلم وما عندهش ولد يقوله في 80 سنة ولد لكن ربنا يبارك في ذرية تقول لك إيه ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذلك داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وأهرون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل والياسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين من أبائهم وذلياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم هذه هي البركة الحقيقية التي بارك الله تعالى فيها لإبراهيم عليه السلام وباركنا عليه وعلى إسحاقهم الذلياتيما محسن وظالم لنفسه مبين لا وهو حتى هذه باركة في التوراة تقريبا وفي القرآن الكريم بالمعنى ذا نفسه إن إبراهيم كان أمة فهو نموز كذلك لكن سوفنا سيدنا عيسى زي ما حتك ذكرت عليه السلام بيقول وجعلني مبارك صح هو هنا السؤال سيدنا إبراهيم يقول رب جعلني مقيم الصلاة ومنذرياتي ربنا وتقبل دعاء ما شفناش حد بيدعي إنه أنا أكون مبارك يعني رب جعلني مباركا أينما كنت لم نسمع حتى في الدعاء في صيغ الدعاء يا دكتور جمال ما سمعتش حد جنبي في مسجد أو في حتة قال يا رب جعلني يقول رب جعلني مقيم الصلاة لكن ما يقولش ربنا يا رب يا رب جعلني مبارك أينما كنت ما هي الفكرة هي طبعا ما فيش منع وأن كنا عندنا الله ما بارك لنا في الدعاء الله ما بارك لنا في أرزاقنا الله ما بارك لنا في أولادنا الله ما بارك لنا في صحاتنا بارك مش مبارك مش جعلني مبارك لكن فكرة جعلني طبعا ده يعني أنا يعني من الحاجات الواحد بيقتدي بها في سيدنا عيس أنا بادعوه الدعاء ده يعني من أنواع الاقتداء بسيدنا عيس عليه السلام الله ما اجعلني مباركا أينما كنت موفقا أينما كنت نافعا أينما كنت نعم وإن كان هو مش منصوص عليه لكن هو من يقتدي لأن الأنبياء دول زي ما احنا كلنا ربنا ذكرهم عشان نقتدي بسنانيهم نقتدي بهديهم والقرآن خلى دي الكلام ده عشان نقتدي بيه وسيدنا يونس في بطن الحد في ظلمات تضيق به الدنيا يقول لا إله إلا أنت سبحانك إنه كنت منصدمين فاستجبنا له وأن الجنون غمي وكذلك أنه نجي مؤمن أنا وإنت فناخد نفس الإطار ونشتغل عليه لما تضيق بنا الدنيا والعدو يحب بنا من كل جانب سيدنا موسى أمام البحر والعدو خلفه يقول إيه قال كلا إنا معي يا ربي سيهدين ده الإيمان بالأنبياء الحق علشان نقتدي بيهم طيب هو للتأكيد بس فكرة بركة سيدنا عيسى في الإنجيل سيدنا عيسى لما جاب مجموعة سمكات معدودة وخمس ترغفة وأكل خمس تلاف شخص من السمكتين دول أو ثلاث سمكات أو سمكة ومجموعة أرغفة فهي البركة دكتور خلنا أسألك سؤال ما هي علامات البركة يعني إيه العلامات اللي أنا شوفها أشعر إن المال ده في بركة أو إنه البيت ده في بركة أو إن هذا الوقت في بركة أولا بركة الوقت أن أنجز فيه وأنتج فيه أشياء النفعة أنا أقول لحظناك أسو محمد كل واحد فينا ربنا جعل في جسمه جهازين فيه جهاز تدمير وجهاز التنمية وبناء لما تقوم من نومك الصبح وتبدأ تنتج وتعمل إنجازات الإنجاز الأول والتاني تحس إن ما كانت البناء شغالة ونفسك جميل وعند حس بقى رحية والاكتئاب بعيدة عندك شوية وكل ما تنتج تحس لا وعلى حسب هو على حسب انت نايم إزاي بالليل والله أنا بكلمك بجهد بالصدق ماشي يعني إيه واحد مثلا نايم مهموم وبتاع أوصاران ممكن يقوم متكسر حتى أخونا في الشام يقول لك والله يباك فرخة يصحى ديك يباك ديك يصحى فرخة يعني كده يعني فيه ناس تقوم مكسرها ومش شايفة قدامها فيه ناس تقوم كده زي الجن كده فعلى حسب بقى هو كلام ماشي لكن خلينا أقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا كلنا بركة في البكور بركة أمتي في البكور فالبكور الإنسان بينتج أكتر إحنا طبعا عندنا قفة مش إحنا أفراد بس إحنا في العصر حاضر عندنا قفة السهر بقى الليل جزء منه ضايع ويستهلك وعندنا كائنات ليلية زي الأخ محمد نصر لاحظ إن كلام الجارح لكتور ايوه بحسب الإحباط وكلما ينجس اكتئاب وكلما ينكد شبح الإكتئاب وشبح الحزن أنت بتشغل مكانة الإنجاز ودي البركة اللي احنا نتكلم في الحال فبركة البكور مثلا بركة التسمية في الأكل والشرب ربنا يبانيك سبحانه وتعالى بركة الرضا إن ربنا ينزقك الرضا سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم نيس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس بركة إن ربنا وفقك لحاجات مفيدة ما ممكن واحد يعضي عشر ساعات في أي حاجة لكن ربنا سبحانه وتعالى يسوق إليك خير تسوق الحد معلومة أحيانا كتير الواحد كان يقضي مصلحة لحد كده ويرجع المكتبة متأخر يمسك كتاب يدول إلقى حاجة ممكن كان يقضي والله شهر كامل عاش أبا إله لكن يفتح كتاب وميش على باله وخالص يجد وكأنها كانت مرصوصة كده وجاهزة ورزق بركة 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 التوفيق بركة إن أنت مثلا تيجي في حلائتك وتأجي إن ربنا فتح عليك في المكلام اللي تتكلم فيه موضوع سياسي اقتصادي تبقى أنت محضر حاجات كده وتدقى ربنا فتح لك باب تاني خالص تحس ان بركة نزلة وإنت ما إلا أمبوب بيطلع على ربنا ينرزقه سبحانه وتعالى وحضرتك عارف اللي بتعامل مع الجمهور عارف كده كويس أحيانا تبقى محضر حاجة وتيجي تطلعها من الضبط لكن ربنا يفتح فيه أسانا كنت محضر كويس قوي تقولك تبخشت بقى اتبس انت أحيانا لكن تبقى الله سبحانه وتعالى يفتح عليك كلمات ومواقف سبحانه دي بركة بركة في كل شيء البركة في الإنفاق نفسه البركة في الإنفاق نفسه ربنا بيبارك سبحانه وتعالى في مالك يحفظك أعطيك مثال يمكن أنه لا ينبغي إن الواحد في البرامج اللي زي كده يمثل بنفسه في حاجة لكن هو ربنا بس يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يعني أذكر في أحد المواقف الفاصلة في الثورة السيارة كانت في مكان احترق كاملا احترق كاملا أظن يعني واضح ده يعني قبل ما يحصل الاحطلاق ده بساعتين أنا كنت فكرت خرجها وبعد كده قلت ما جاتش على السيارة فوقفت كده قلت بسم الله على سيارتي الله تعالى يحفظها وخلص ونسيتها كم يوم بقى لشدة الأحداث وقودة فكل السيارات اللي في الشارع كله على بعد تقريبا كيلو اتحرقت تماما وهي اللي جوه الحدث نفسها ربنا سبحانه وتعالى حافظها ولم تخدش يعني ولم تخدش البتة يعني ده طبعا مش منها مني ولا مش عارف إيه الحاجة هو ربنا سبحانه وتعالى لأنه يحفظ حاجة مش محتاج أسباب سبحانه وتعالى لا يحتوي الأسباب وذلك لفتحنا عليهم بركات من السماء أنا عايز بس أقولي إن مصادر بركة بأكد تاني القرآن زي ما تفهمت وفيه معنى تاني من مصادر بركة القدس مسجد الأقصى القدس المصادر بنا يقول سبحانا الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والبركة هنا في الرجال النمازج الشامخة المتشبث بالحق الرجال والنساء اللي ما بيأسي اللي ما بيحبطش حتى في النسل أظن أكبر مكان فيه نسل في العالم أعلى نسبة خصوبة في العالم فيه بركة فيه بركة بصفة عامة المسجد الزخمة علمنا القرآن الكريم إذن التسقنا بالقرآن التسقنا بالمسجد الحرام التسقنا بالمسجد الأقصى تقوى الله سبحانا وتعالى يبارك لنا في أولادنا يحفظهم ما هو ربنا اللي بيرعي أولادنا مش мы trainings احنا بنقوم شوية أسباب لكن ربنا سبحانا بيصنعهم على عين سبحانا وتعالى فبالتالي لما يكون عندك بركة بينكم ربنا سبحانه وتعالى ممكن قد تجيلهم وسائل انحراف لكن ربنا بالوقت يحفظهم ويرعاهم ويدفع عنهم ويسددهم ويثبتهم بعد كده وبعد انجاتهم من حراف يثبتهم مرة تانية ويرعاهم دي كلها بركات ربنا بيفتح عليها سبحانه وتعالى وان ربنا يرزقك ان كلامك يقبل او كتابتك تقبل او حاجة بتنشرها تقبل لناسة تتلقفها وتنتفع بيها دي مش عشان انت شاطر عشان ربنا كربك وبارك في الكلام او بارك في الكتابة او بارك في البرنامج او بارك في الموقف دي كلها بركة وبركات ربنا لا تعد وانا تحصل طيب الدكتور يعني روحنا كلمنا في البركة فكلمنا في البركة في اليوم كلمنا في البركة في الرزق وفي الاولاد لكن انا بشوف في شاعر مصري اسمه صلاح جهين كتب مرة بيقول اه اوكي هو ده مش مجاله بس انا بتعجبني الكلام لانه في مؤجزة بتحصل في القصة يعني هو بيقول غمض اينيك وامشي بخفة ودلع الدنيا هي الشابة وانت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعبوده وانت لو بصيت لرجلك تقع انا بحس اني ماشينا على رجلين اتنين تي مؤجزة غير مسبوقة يعني الواحد لما يقعد يفكر فيها شوية كده يلاقيها يا جماعة مش عادي مش عادي ما نمشي على اربعة وستة وثمانية او زحف يعني انا مقدر قوي ان الواحد ماشي على رجلين اتنين فلما بشوف حد عجوز او حد عنده مشكلة ماء وماشي على فتحس انه لأ انت في نعمة يا راجل هنا بقى الباركة فيك انت في العينين في الحواس بتاعتك في صحتك مش هنا محتاجين يا دكتور نعرف قيمتها شوية قبل ما نسأل على البركة في اليوم او البركة بشكل عام في المنقى دمين طبعا تفكرتيني بالشرق الاوسط ويناس جهر طبعا اه صح ايه كده على طول لازم تيجي بالشرق الاوسط صح اه اه لكن خلينا نقول ايه ان كلام حددك تماما البركة اللي جوانا البركة اللي جوانا ان احنا نرضى ربنا يرزقنا الرضا الرضا وطمأنينة الخوف والقلأ والحزن والهم دي اصلا منقض البركة فلكن ربنا يتاكل لقمة وتقول الحمد لله تنام نومك وتقول الحمد لله رب العالمين مطمن في علاقتك بينك وانا ربنا سبحانه وتعالى حتى كان عندك قصور مؤمن برحمة ربنا سبحانه وتعالى عندك رجاء فيه قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فدي بركة الطمأنينة دي بركة الرضا دي بركة الهداية بركة ان ربنا أرزقك الاستغناء عن الخلق بركة ان ربنا يعني لا يصلط عليك الظالم ده بركة ان ربنا سبتك انت كنت ممكن تبقى ضال عن فكرة بس محمد احنا كأفراد كان اي واحد فينا ممكن يبقى مع الاستبداد ومع الظلم ومع الطغيان بطريقة او اخرى مش فاتوانا مننا ولا نحن عطقياء اخفياء ولا الكلام من ده كليته هو ربنا بركته سبحانه وتعالى يوقفك ويوفأك ويسددك وينصرك على العقابات متتالية التي ربما لا يعرفها الناس ولكن يعرفها رب الناس احنا نعيش في بركات متتالية مش بركة واحدة والله ده احنا كل ناس نحلم بما نحن فيه احنا كنا يعني احيانا بعض الابتلاءات خلينا مثل معك كده بالامثلة الجميلة بتاعتك دي الواحد احنا بيبقى بيلعب في الشرع بتاعه بالكورة الشراب معادش كورة الشراب دوقتي فبيلعب وفاكر نفسه البطل وعشان هو بيلعب مع الخامس ست ولادي معه فاحنا من البركة ان ربنا يرقيق ببعض البطء ابتلاءات عشان تلعب في المنديال عشان تلعب في مستوى عالي عشان يبقى صلك اضخم وحياتك اكثر وان اكثر نفعا اكثر بركة اكثر توفيقا ده كله لا يأتي ابدا بتخطيطك انت او شطرتك ابدا انت بتبسل جهدك صحيح بس الجهد اللي بيبزر ربنا بيبارك فيه اللي بيتعب اللي ربنا بيعلم فيه خير بيتفتح ليه ابواب الخير وبيجنبه لان كل واحد فينا فيه خير وشهر وهديناه النجدين لكن البركة ان ربنا يكرمك تصحي الجانب الخير اللي عندك وما تسلمش نفسك لشر وتحبط وتكتائب وتتنكد وتشرب وتسكر وتتوه لاني بيخدك تفوق فيه ناس كل ما تكبر تتوه وكل ما تكبر تسقط وكل ما تكبر تقل لكن فيه ناس ربنا بيبارك فيها كل ما سنه بيكبر حتى وشعره بيض كده مش كلام جالي احمد رسول محمد وشعره بيض بيزداد ادراك ويزداد عمق ويزداد أثر ويزداد نفع ايه باركة غير كده ايه باركة اللي ممكن نتكلم فيها اللي انا ربنا واحد يستخدمه يكون عاقل يكون مدرك يكون مؤثر يكون ربنا يرزق الحب للناس والحب للصالحين لما نفع عن الظالمين لما يقف بقى الحق لما ينطق بالحق لما ربنا يجيبنا كده ووقفنا وقلنا اتكلموا عن البركة في ليلة في ليلة من ليلة العشر اواخر واسمعكم من لا تعرفونه انا ابشرك اسم محمد والله برضو احنا نهار دا حلقة عن هواء شكلنا اخر حلقة في الشهر دي واللي مش عارف بس يلا خلناه بتلقائي بتاعتنا ناس كتيرة جدا في سفريات لم يتخيل أتخيل ابدا ان هو ربنا سبحانه تعالى بيقفهم يقعد يسماعوا لنصف ساعة اللي بناخدها دي ولا الساعة ربنا ولا الساعة وعندهم متابعة ليها وربنا بيسوق يسوق على ألسنتين رسالهم ربنا بيسوقها لهم عن طريقنا دي نعمة كبيرة والله نعمة كبيرة وده نبركة اللي احنا لو عشناها وفكرنا فيها هنحس قد ايه ربنا انعم علينا ابن نعم لا تعد ولا تحصى والله ولا اموال الدنيا كلها تسوي ما توفق فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى او لنفع البشرية في اي مجال ونسمو خباء كتير اللي هم على السوشيال ميديا ولا حد يعرفهم ولكن الله يعلمهم بيسوق يحبونا واحنا بنحبوهم وربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في ذلك وده من اعظم البركات اللي ربنا منع علينا بها كل الشكر والتقدير لك يا دكتور جمال وكل عام وانت بخير وان شاء الله نشوفك بعد رمضان او بعد العيد قصدي كل سنة ان شاء الله طب الصحة والسلامة حبيبنا غير تخب الله منك على كل حال يعني في الاعراب في اعراب اللغة كلمة كذلك مش كلمة واحدة ربنا بيقول ان كل شيء خلقناه بقدر كل شيء كل شيء مش كلمة واحدة كذلك مش كلمة واحدة ده الكهف اداة تجبيه وازاة اسم اشارة الكهف التانية مش عارف ايه خصة فككها بقى فلما تفكك نفسك والنعم اللي انت فيها والبركة هتلاقي الحمد لله ان انت مش مع السيسي الحمد لله ان انت مش السيسي الحمد لله ان انت مش احمد موسى ونشأة الديه وعمر قريب الحمد لله منتاش زكي قوي ومنتاش خارق للكون يعني الحمد لله على كده الحمد لله منيش ماش اوسم واحد في التاريخ ولا اي حاجة الحمد لله مش اسكى واحد في الدنيا الحمد لله مش انا الاقوى واحد في الدنيا الحمد لله انه ربنا خلقني بقدر ان كل شي خلقناه بقدر الحمد لله على كل شيء لان احنا في المكان ده ربنا فضلنا على كتير من عباده في المكان ده قصدي في المعسكر المضادل السيسي لانه نتحاسب على دج كويس جدا على اي حال الحلقة دي خلصت خلوني ابع التحية والتقدير لام عبد الرحمن يا ام عبد الرحمن انا بشكرك جدا ويدعي من قلبك قولي لانت عيزاء والله بشكرك ووصلتني دعوتك ربنا يكرمك يا رب ويتقبل منك ويعوضك وتحياتي ليك يا ام عبد الرحمن انتي وعديد من الامهات ان شاء الله البرنامج هيتوقف ويعود بعد العيد ودي كانت اخر لقاء بيديو بينكم في رمضان 23 نشوفكم على خير ان شاء الله بعد العيد تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير ربنا يتقبل منكم